تقرير مهم جدا وهايل جدا لشركة بورينجر انجليهام اطلقت شركة بورينجر انجليهام العالمية مؤتمر صحفي كبير جدا للاعلان عن عقار جديد لعلاج مرضى قصور عضلة القلب بكل انواعه المختلفة بحضور نخبة كبيرة جدا من اساتزة القلب في مصر والشرق الاوسط التكاترة دول يا جماعة اكدوا ان العقار الجديد هو امل لمرضى قصور عضلة القلب لانه الاول من نوع لعلاج مرضى قصور عضلة القلب بكل انواعه المختلفة خلونا بقى نطلع نشوف التقرير اللي بيعتبر صورة الحقيقة في علاجات القلب نطلع نشوف التقرير ونرجع لكم بعد التقرير خليكم معانا مرضى هبوط القلب ده اصبح مشكلة قومية وهبوط القلب ده من زمان بس هو داتي بتفرق بين هبوط انقباضي و هبوط انبساطي النهاردة احنا بنتكلم على علاج الدواء جديد وماذا بيشتغل هو كان مستعدا لدواء سكر قبل كده بس هو بيستعدا منه بقلل السكر وقلل الصوديوم وستعدا هبوط عضلة القلب من اول دي الدواء ده النجاح الجديد فيه مش حكاية الانقباضي لا الانبساطي ده هو مست 50% من عين هبوط القلب وانا ديب بابا عندهم نهاجان عندهم تورم عندهم مرشنا مع لظهره ده فيه البحث جديد نزل والبحث ده خلى غير وسائل الانشاد العالمية في امريكا و اوروبا وبلاده عظيم اول علاج بوط القلب بنعتبر انه الرعاية صحية هي حق اساسي من حول انسان وهدفنا الرئيسي كشركة وكفريق عمل هو ان احنا نغير في حياة المرضى لاجيال قادمة الحقيقة احنا فخورين ان احنا نقول ان مصر هي اول دولة في المنطقة بيطلق فيها هذا العقار وعقار امباجليفلوزين هو في مصر الاول والمعتمد الوحيد في الوقت الحالي لعلاج قصور عضلة القلب بانواع مختلفة العقار ده وظفته تحسين وزقف الكلة في التخلص من السكر الزائد في الدم الكلة قاعدة زي الحارس اول ما السكر بيعلى عن ارخام معينة يبتدي يتخلص منها عن طريق البول الدواء ده بيعيد التوازن تاني للكلة وبيخليها تكتشف اي زيادة في السكر في الدم وتتخلص منه فعشان كده هو مريض فعال يعني دواء اصلي فعال في علاج مرض السكر لكن اللي ما عندهش سكر ما بيتأثرش سلبيا لانه هو وظفته اعادة التوظيف الطبيعي للكلة مش اخراج سكر وخلاص فما بيحصل لهم جبوط في السكر اكتشف عن طريق الابحاث انه كان الاول دواء سكر بيحسن القلب لا ده دواء قلب وممكن كفايدة جانبية انه ممكن يزبط السكر المجموعة دي من الادوية هي ادوية اساسا كتنزلة لعلاج مرض السكر وعدين اكتشفوا ان هي مفيدة جدا لمرضى هبوط عضلة القلب هي بتمنع في بعض الاحيان هدوث هبوط عضلة القلب ولكن كمان في الابحاث الجديدة اظهرت ان هي بتقلل نسبة حدوث الوفيات في مرضى هبوط عضلة القلب الانبساطي والانقباضي وبتقلل نسبة الاحتياج لدخول المستشفيات عندما بيستخدم هذه الادوية انه بيحصل برضو تحسن ملحوظ في حاجتين اساسيتين انه هو بيحسن الاعراض وفي نفس الوقت بيقلل برضو نسبة الاحتياج لدخول المستشفى كمان مرة نتيجة هبوط عضلة القلب ترجمة نانسي قنقر